والله سؤال جميل جدا من الأستاذ محمد حمزي أنه كيف تتعامل مع الشخص الانطوائي والشخص العصبي يعني الشخص الانطوائي هو لابد أنك تتعامل مع هذا الشخص وأنه عندك مثلا في المدرسة أو في بيئة العمل وحتى في بيئة الأسرة أو البيئة الاجتماعية أنه هناك وسائل وأساليب أنك تتعامل مع هذا النوع من الناس طبعا الانطوائية لها أسباب ولها عوامل ومن هذه الأسباب والعوامل ممكن تتعلق بجانب تنشأ الاجتماعية وممكن تتعلق أيضا بجانب جيني ممكن تكون وراثية ولكن الجانب المكتسب هو الأكثر يعني أنه والله يعني يكون مثلا هو تعود في المدرسة أنه ما يشركوا في الأنشطة ولا يشركوا في الفعاليات الموجودة فيها تعود في البيت أنه ما تشركوا الأسرة أيضا في أعمال منزلية يجيب حاجيات من السوق يجيب يجلسوا يتكلموا معاه يعطوه يعني أمور ومناشط متعددة ولذلك تتعامل مع الشخص الانطوائي أنك تقربوا إليك تحاول تشركوا معك في طلعة نزهة في تسوق في أي مكان يعطي له انطباع يعطي له انفتاح مع الآخرين أنت تستطيع أن تغير الموذل الذي عنده الانطوائية إلى أنه يشارك ويصبح رجل متفاعل وبالتالي أنك تستطيع أنك تحاول يعني عليه أنه يكون مندمج مع المجتمع الذي يعيش فيه طبعا إذا كانت الانطوائية شديدة وغير وغير يعني ممكن تكون نتيجة اكتئاب معين وصل إليه أو كذا فلا بد في هذه الحالة أنك تحيله إلى أخصائي أخصائي نفسي أو لطبيب نفسي أخصائي النفسي يعطي له جلسات في البداية وإذا لم تنفعه فالطبيب النفسي ممكن أيضا بالتعاون مع الأخصائي النفسي أنه يحل إشكاله أما الشخص العصبي والعصبية أيضا قلنا أيضا لها عوامل العصبية اللي هي الانفعالات تعني لأن العصاب ممكن فيه الانفعالات والقلق والتوتر وكذا لكن أنا يهمني أنت قلت العصبي العصبي أنه كما تقصد أنت الشخص الانفعالي لماذا هو ينفعل؟ ينفعل طبعا نتيجة والله توترات موجودة إذا تكلمنا عن محيط الأسرة توترات في الأسرة جعلت منه عصبيا على محيط المدرسة ممكن توترات وإحباطات موجودة في المدرسة جعلت منه عصبي في البيئة الاجتماعية في بيئة العمل برضو هناك عوامل جعلت منه عصبي إذن العصبي كيف نتعامل معه؟ تهدئة الأمور عنده تهدئة الجانب اللي هو يعني يحتاجه إشراكه برضو في أنشطة من المناشط ودائما الانفعاليين دائما أنه تشوف ليش انفعل لماذا هو انفعل؟ كيف تكون عنده الانفعل؟ أنت كيف تتعامل معه؟ أنك تتعامل معه بأريحية وبطيبة وبسلاسة وهذا المطلوب من المرشد والطلاب في المدرسة أن يعملوا التعامل بسلاسة التعامل وكأنه العمل الإرشادي هو عمل في صداقة وفي محبة وفي أريحية في انفتاحية فإذا شعر منك هذه الجوانب أعتقد أنه تخف عنده العصبية وتخف عنده التوترات اللي عنده وبالتالي يصبح مندمج معك في الوسط الاجتماعي اللي هو فيه إذا كانت العصبية زائدة والانفعال زائد ومتوتر دائما فهنا لابد من الإحالة إلى الصحة النفسية لتولى المعالج النفسي أو الخصائي النفسي أو الطبيب النفسي حتى يتمكنوا من علاجه دائما نعرف أنه حتى في المستشفيات فيه فريق عمل يتكون من الطبيب النفسي والخصائي النفسي والمرشد النفسي والطبيب العام والخصائي الاجتماعي كلهم فريق عمل متكامل يتمكنوا أيضا من عمل جلسات مع الأشخاص سواء الانطوائيين أو العاطفيين أو الانفعاليين وبالتالي ممكن عن طريق هذه الجلسات تحل مثل هذه الإشكالات